من قناة الفجيرة حياكم الله إلى نشرة من الإمارات والبداية مع العنوين محمد بن راشد ومحمد بن زايد الإمارات تتطلع بفخر وتفاؤل نحو المستقبل أمير قطر يستقبل وفداً برئاسة طحنون بن زايد السلام عليكم استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس في أبوظبي أخا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله نقش سموهما خلال اللقاء أهم التوجهات الحكومية الجديدة خلال الفترة المقبلة إضافة إلى الأفكار والمشاريع القادمة لرفع تنافسية الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم واصفاً اللقاء عبر حساب سموه الرسمي في تويتر أثناء لقاء اليوم مع أخي محمد بن زايد في أبوظبي طلعنا واعتمدنا دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية لدولة الإمارات مرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي سنبدأها قريباً ونبشر شعبنا بالقادم الجميل وبأن يتفائل بمستقبل ودولة فيها محمد بن زايد وأخوانه واعتبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الإمارات ماضية بكل تفاؤل بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله حيث كتب سمو على حسابه الرسمي في تويتر التقيت اليوم أخي محمد بن راشد ناقشنا أهم المشاريع الاستراتيجية الوطنية والتوجهات الحكومية خلال الفترة المقبلة بقيادة الشيخ خليفة ماضونة بتفاؤل وعزم لتنفيذ الخطط والمشاريع المستقبلية الطموحة لرفع تنافسية الاقتصاد الوطني للدولة وتعزيز قدرتها على التعامل مع المتغيرات العالمية حضر اللقاء سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس وزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس وزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان وسيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبو ظبي ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي جاسم محمد بعتابة زعابي رئيس دائرة مالية في أبو ظبي عضو المجلس التنفيذي أكد سمو الشيخ حمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي أن كل عام دراسي جديد هو خطوة تقرب أبناءنا الطلبة من المستقبل وتضعهم على طريق التمييز والنجاح وأضاف سمو في تدوينة نشرها عبر حسابه في تويتر أنه بالعلم تبنى الأوطان وتصاني الإنجازات وتتواصل مسيرة التنمية حيث دون سمو بهذه المناسبة مع عودة الطلبة إلى المدارس نتمنى لهم عاما دراسيا مفعما بالإيجابية وملئا بالعلم والمعرفة والتواصل البناء بدعم من التواقم التعليمية والأهل فكل عام دراسي جديد هو خطوة تقربهم من المستقبل وتضعهم على طريق التمييز والنجاح وبالعلم تبنى الأوطان وتصاني الإنجازات وتتواصل مسيرة التنمية وكانت مؤسسة الإمارات لتعليم المدرسي أعلنت عن عودة التعليم الحضوري في كل المدارس الحكومية بالتعاون والتنصيق الكامل مع الجهات المعنية في الدولة مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفق أعلى المعين بما يراعي سلامة الطلبة والعاملين أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد أنهيان وزير الخارجية وتعاون الدولي حرص الإمارات الدائم على متانة وقوة العلاقات العربية الإيجابية ووحدتها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعوب الشقيقة ويعزز ازدهارها ونهضتها وقال سموه إن الإمارات لطالما سعت إلى تعزيز وتمتين العلاقات العربية ومن هذا المنطلق فإنها تأسف للتطورات الحاصلة بين الجزائر والمغرب وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وأضاف سموه أن الإمارات ترتبط بعلاقات أخوية متينة مع كلا البلدين وتسعى إلى تنميتها بما ينسجم مع توجه الدولة الداعم لكل الجهود المشتركة التي تخدم القضايا العربية وأكد سموه حرص الإمارات على توثيق وتطوير علاقاتها الثنائية مع البلدين الشقيقين مثمنا التعاون الدائم الذي يحكم العلاقات الإماراتية مع كل من المغرب والجزائر استقبل صاحب سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة القطر الشقيق اليوم وفدا برئاسة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وأبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والمشاريع الاستثمارية الحيوية التي تخدم عملية البناء والتنمية والتقدم وتحقق المصالح المشتركة للبلدين ونقل سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان خلال اللقاء إلى صاحب السمو أمير دولة قطر تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنيات سموهم لقطر وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار فيما حمله سمو تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيدا من التطور والرخاء أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والثنون بدبي دبي للثقافة أن إسعاد الناس شغف تسعى نحوه وليس منصبا أو عملا تؤديه جاء ذلك في حوار أجرته مع سموها مجلة فوغ العالمية وتحدثت فيه عن خططها ورؤية سموها لدبي وانتعاش القطاع الثقافي والإبداعي بعد أزمة كورونا كما تطرقت إلى المفاهيم الخاطئة عن دور المرأة العربية في المجتمع وقالت سموها إن ضمان إسعاد الناس في دبي عبر الثقافة والإبداع وتمهيد الطريق أمامهم للابتكار ونشر قصص نجاحهم هو شغف أسعى نحوه وليس منصبا أو عملا أؤديه وأضافت سموها أتمنى نشر تراث دبي وثقافتها وقصتها للعالم أجمع مثل ما ينشر المقيمون والزائرون تراثهم وثقافتهم وقصصهم لدينا وزينت صورة سمو الشيخ لطيفة بنت محمد غلاف مجلة إفالب بنسختها العربية والإنجليزية لعدد شهر سبتمبر في أول ظهور لها على غلاف مجلة على الإطلاق وذلك بالتزامن مع احتفال المجلة بصدور عددها الخمسين واحتفالات دولة الإمارات بمرور خمسين عاما على تأسيسها حيث وقفت سموها شامخة ومن خلفها يبزغ الفجر في دبي كرمز معبر عن الأمل والغاية والقلب النابض للبيئة الإبداعية في الإمارات تحت رعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زيد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخ منال بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة أطلقت المؤسسة دليل الاسترشدي لعمل المرأة عن بعض في القطاعين الحكومي والخاص تزامنا مع الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 من أغسطس من كل عام تقديرا من القيادة الرشيدة وحكومة الإمارات للمرأة واحتفاءا بإنجازاتها وعطائها في مختلف المجالات وتم إطلاق الدليل خلال ندوة نظمتها مؤسسة دبي للمرأة عبر تقنية الاتصال المرئي تحدث فيها أحمد بن مسحار لمهيري الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي وشمس صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة وشارك فيها عدد من موظفي وموظفات حكومة دبي وأدرتها سلطانة سيف مدير إدارة تطوير المرأة في مؤسسة دبي للمرأة أعربت سعادة مونغانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن بالغ الشكر والامتنان للدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة وأسمه الشيخ فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أم الإمارات حفظها الله للمرأة الإماراتية على كافة المستويات وأكدت سعادة المري أن تخصيص الثامن والعشرين من شهر أغسطس كمناسبة سنوية للاحتفال بالمرأة الإماراتية رغم أن دعمها وتشجيعها مستمر على مدار العام بمبادرات وسياسات وتشريعات رائدة على مستوى العالم هو تكريم للمرأة وتقدير لدورها الرئيسي في بناء المجتمع واستقراره واحتفاء بإسهاماتها في دعم مسيرة التنمية على كافة المستويات وما وصلته الإمارات من مكانة عالمية مرموقة أطلق الاتحاد النسائي العام النسخة الثانية من مبادرات زينة وخزينة التي جاءت بعدما حظيت النسخة الأولى من المبادرة بترحيب كبير وأقبال واسع من شرائح المجتمع المختلفة من جميع إمارات الدولة لمواكبتها للأهداف الوطنية المجتمعية التي تسعى لها الدولة وتماشيا مع جهود القيادة الرشيدة في تحقيق إحدى الأولويات الوطنية المتمثلة في مجتمع متلاحم من خلال التجيئ على الزواج وتكوين أسر مستقرة وسعيدة في ظل ظروف الراهنة بسبب فيروس كوفيد 19 مع تأكيد أهمية الأخذ بالتدابير الاحترازية والوقائية للحفاظ على السلامة والصحة العامة جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر الاتحاد النسائي العام بحضور الرعاة والشركاء الداعمين للمبادرة وممثلي المؤسسات الإعلامية تزامنا مع الاحتفالات السنوية بيوم المرأة الإماراتية الذي تم الإعلان فيه عن زواج 25 عروسا من مختلف إمارات الدولة وتوفير جميع متطلباتهن للاحتفال والزواج الميسر وأتمام مراسم الزفاف في المنزل وبأبسط التكاليف للحد من مظاهر الإسراف التي لطالما ارتبطت بالمناسبة وذلك ليكن مثالا على أو عن أفضل الممارسات المستنيرة للزواج الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية في 28 من أغسطس من كل عام هو احتفال بما أنجزته ابنة الإمارات على غير صعيد لتتفرد في رفعة المكانة تتناصف النجاح مع أخيها الرجل لبناء وطن أحبهم فأحبوه والولاء لقيادة أولتهم جدارة الثقة فاستحقوها واليوم هن يرفعن للنجاح الراية وعلها فقط البداية المرأة طموح وإشراقة للخمسين شعار وجهت باعتماده هذا العام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة لتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة رئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أم الإمارات حفظها الله تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زيد النهيان رئيس الدولة حفظه الله عام 2021 عام الخمسين فالاحتفال بيوم المرأة الإماراتية يأتي في عام استثنائي نحتفي فيه بما وصلت إليه دولة الإمارات من نهضة وتطورة على مدى نصف قرن والانطلاق نحو مرحلة جديدة من الإنجازات النوعية ترجمة لرؤية وطموحات قيادتنا الرشيدة عززت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية جهودها لترسيخ التوازن بين الجنسين عبر تشريعات وسياسات حكومية مختلفة وأثبتت قيادة الإمارات أنها تبارك خطوات المرأة وتقف بجانبها في كل ميدان عبر جهود رسمية مقننة وسياسات حكومية ذكية كما أثبتت المرأة أنها جديرة بكل مكسب اكتسبته فأينما تلتفت اليوم تجد للمرأة الإماراتية بصمة توضح بجلاء ما قدمته خلال الخمسين عاماً الماضية بدءاً من أسرتها الصغيرة وانتهاءاً بالفضاء العام فعلى مر العقود الماضية أسهمت المرأة الإماراتية في الخدمة العامة وتمكنت من تحقيق مكاسب كبرى أهلتها لأن تكون محل ثقة القيادة التي قدمت لها كل الدعم وسبل التمكين المرأة في الإمارات انتقلت من الصفر لترسم أجمل لوحة لمنجز تفاخر به العالم متخطية حواجز مجتمعية عديدة وعوائق صعبة لتتثبت نحو الانطلاق عالمياً راسمة فسيفساء مغايرة لصورة المرأة بكل ما تمتلكه من إمكانات وقدرات لكي تشق دروب النجاح كشريك مثالي للرجل في خدمة الوطن المرأة عند الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة هي الأم والمربي وهي الأخي وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة في مواصفات جميلة فيكم وكل عام أنتم طيبين إن شاء الله وللحديث عن هذه المناسبة الغالية تنضم إلينا مباشرة عبر الهاتف السيدة حصل فلاسي مدير الدعم الفني في الديوان الأميري في الفجيرة السلام عليكم وحياك الله معنا في نشرة من الإمارات وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومشكورين على الإستضافة أهلا بك سيدتي هذا العام تحتفل المرأة الإماراتية بيومها تحت شعار المرأة طموح وأشراقة للخمسين إلى أين سيقود كنا طموحكنا خلال الخمسين المقبلة؟ مما لا شك في أرسي أن ليس هناك حدود أوثق لطموح المرأة الإماراتية هي ستظل دائماً المثال الأجمل والأبهى للنجاح والإنجاز والسمو فالمرأة الإماراتية في رؤيتها للخمسين عاماً المقبلة تضع نصب عينيها ريابة الدولة عالمياً من خلال العمل الدؤوب جنباً إلى جنب مع الرجل فالمرأة الإماراتية من خلال عملها في كافة القطاعات والمجالات في الدولة استطاعت أنها تثبت أنها أهل للمسؤولية وخصوصاً خلال أزمة جائحة كورونا أثبتت وبجدارة أنها سند للوطن في الظروف كافة لذلك فهي ستلعب إن شاء الله دور محوري خلال السنوات القادمة في دعم الجهود التنموية للدولة وتعزيز مكانتها على مستوى العالم وستنتقل إلى مشاركة سياسية واسعة تبرز دورها وقدراتها لاصية ما في المجال السياسي والقبائي والدبلوماسي والتمثيل الخارجي والاقتصادي لتتبوأ بذلك الصدارة العالمية من حيث المكانة والأدوار التي تقوم بها سواء محليا أو أقليميا أو دوليا بإذن الله تعالى سيدتي قبل أن نطوية صفحة الخمسين الأولى نتساءل كيف تمكنتنا من تذليل العقبات وتحويل التحديات إلى فرص لإثبات الذات نحن محبوظين جدا في الإمارات بقيادة حكيمة عرفت قيمة المرأة وعرفت كيف تمكنها وتهيئها أنها تأخذ دورها الطبيعي كشريكة للرجل في المجتمع وفي تنمية دولة الإمارات العربية المتحدة وهذه القيادة الحكيمة وهذه الحكومة التي تمكن المرأة وتعرف قيمتها استطاعت أيضا أن تهيئ فرص أكثر لها في المستقبل لتكون شريكة في بناء مستقبل الإمارات والتخطيط له إذن بناء على ما تفضلت به لمن تقول ابنته الإمارات اليوم شكرا؟ طبعا أنا وكل نساء الإمارات نتقدم بجزيل الشكر والمحبة والعرفان لسموه الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النساء العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأثرية الله يحفظها على دعمها اللامحدود للمرأة وحرصها أن يكون يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية هامة لتكريم ابنة الإمارات والاعتزاز بإنجازاتها وتقدير دورها الحيوي في الحديث عن مسيرة مشرفة لدور المرأة الإماراتية وتوسعها على مدى سنوات تأثير في الدولة لا يمكن أن يمر من دون تأكيد دور سموها في دعم اللي واصلت دعمها للمرأة الإماراتية ليل نهار ورعت مسيرة تمكينها وللشكر صداه في قلبي قيادة آمنت فدعمت ومكنت أشكرك جزيل أشكر أسيدة حصة الفلاسي مدير الدعم الفني في الديوان الأمري في الفجيرة على هذه المداخلة وكل عام وأنتنا بألف خير شكرا جزيلا شكرا لك إلى فاصل نستكمل من بعد حياكم الله مجددا عقدة في العاصمة الأسباكية تشقند أمس منتدى الأعمال الإماراتي الأسباكي برئاسة كل من معالي عبدالله بن توق المري وزير الاقتصاد ومعالي سردار عمر زخوف نائب رئيس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية أسباكستان وبحضور معالي جمشير كوتغاييف وزير الزراعة الأسباكي وسعادة سعيد مطر القمزي وسفير الدولة لدى أسباكستان وبمشاركة وفد رسمي وتجاري رفيع المستوى من دولة الإمارات ضم ممثلين عن 19 جهة حكومية وخاصة وشهد أعمال منتدى أكثر من 100 شخص من المسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين ويعد المنتدى أحدى ثمار ومخرجات الدورة الرابعة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين التي عقدت في أبريل 2021 برئاسة كل من معالي عبدالله بن توق المري وزير الاقتصاد ومعالي سردار عمر زخوف ثمن سعادة إكزافيا شاتيل سفير جمهورية فرنسا لدى الدولة تعاون الإمارات واستجابتها السريعة لتسهيل إجلاء رعاية الدول من أفغانستان وأعلان استضافتها خمسة ألاف من المواطنين الأفغان الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان قبل سفرهم إلى دول أخرى وقال في حوار مع وكالة أنباء الإمارات وام إن دعم الإماراتي لفرنسا لتسهيل إجلاء رعاية الدول من أفغانستان لقي تقديرا كبيرا من قبل السلطات الفرنسية كما كان له أكبر الأثر في نفوس ذوي الرعاية الذين تم إجلاؤهم بأسرع وقت ممكن وباحترافية عالية ضمنت سلامتهم وليت أريد من أفغانستان أعطبع كبيرا على أعجب أن أفغانستان على أي مكان المترجمات فهم العامل المترجمات بالضيقات وم تمام التخلص قد اكبر لا أحتاج لأديك أنظموناً أطبع المترجمات يمكنك أن أفغانستان من تلك الأفغانستان كشماناً ونمتعه عندما كنت من لمشاهدة من الأفراد في القتعد الأخير في المدينة على الواقع مساوية جداً على المدينة المستخدمة ثافتي للقائلة ومترحونا أحزقها بكثرة على الواقعرف المدينة ومع المدينة ليصبحوا طول الواقع على المزيدة وهو ما زمن بلد من هذه القائلة سمطة تجاند في محااة فقط موسيقى وحول مشاركة فرنسا في معرض إكسبوع 2020 دبي قال إغزافيير أن مشاركة بلاده ستشهد حضورا للعديد من الجهات الفرنسية في هذا الحدث العالمي الهام تحت مظلة الجناح الفرنسي ومن ثم يرغب ملاحقا وقوق il يجب أن يقوم بفعل هذا الفرنسي على جمع ، بطريقة وحصول على جمع ، وحظونات هذه المعضلة في المستخدمات ستكون هذا الوصول على الأفضل المشكل المعادي من المستخدمات ، أو الممساق عندما المساقب فيها ونحن يتعلم هناك في تلك المقابلة كمثيرا ، بالسيئة ستحدثين المعادي ومن الاستخدام المعادي التأثير من أميرات المعادي تأتي مثل وعضو الأتنقال على الهديد من الضوء. كما تخشمع الإطلاع والمحاربات ومحصرات التعليم. كم تحليل التعليم بأسرارة الجنة. كما تصبح الأسرار في الضوء. ويفترى افتراضه في الهديد من الهديد منها. ويجب أن تكون مرة على تحديد من أننا ويجب أن يكون مرة عالية. ويجب أن أشكر بأن هناك من المساعدة في الكثير من الفتران ينهي بيضا. أنجزت هيئة الفجيرة للسياحة والأثار 90% من أعمال الترميم في موقع حبحب الأثري الذي يبعد عن مدينة الفجيرة نحو 83 كم ويعد واحدا من أهم المعالم السياحية في الإمارة وقال سعادة سعيد السماحي مدير عام هيئة الفجيرة للسياحة والأثار أن أعمال الترميم تقوم بها الهيئة بتوجهات من صاحب سمو الشيخ حمد بن محمد الشرق عضو المجلس الأعلى الاتحاد حاكم الفجيرة حفظه الله ورعاه ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي وليعهد الفجيرة الأمين حفظه الله وذلك بهدف الحفاظ على المباني الأثرية وترميمها حسب المعايير العالمية مع مراعاة استخدام مواد البناء القديمة من صخور وطين موضحا أنه بعد الانتهاء من أعمال الترميم ستكون منطقة حبحة بالأثرية جاهزة لاستقبال زوارها حسب الاشتراطات والإجراءات الاحترازية فتحت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي باب التسجيل للعام الدراسي 2021-2022 للطلب المواطنين ومن في حكمهم الذين لم يتسنى لهم التسجيل خلال فترة التسجيل الأولى من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر وذلك اعتبارا من أول من أمس حتى الثلاثين من سبتمبر المقبل على أن يتم مراعاة الالتزام بتسجيل الطلبة عن طريق الرابط الإلكتروني ويتاح التسجيل حسب الشواغر المتوفرة والكثافة الصفية والتوزيع الجغرافي للنطاقات السكنية المعتمدة وفي حال استفاء شروط التسجيل والنطاق السكني وتوفر الشاغر يتم اعتماد طلب التسجيل مباشرة في نظام المنهل أما في حال عدم توفر شاغر في المدرسة التي تختم النطاق السكني للطالب يمكن لولي الأمر تسجيل الطالب في أي مدرسة أخرى خارج النطاق السكني يتوفر بها شاغر شريطة أن يتعهد ولي الأمر خطيا بتوفير المواصلات من وإلى المدرسة حسب المواعيد المحددة لليوم الدراسي أعلنت دائرة التعليم والمعرفة عن المتطلبات الخاصة بفحس فيروس كوفيد 19 لضمان العودة الآمنة إلى المدارس الخاصة ومدارس الشركات التعليمية مع بداية العام الدراسي 2021-2022 وذلك عملا بالتوجيهات الصادرة عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وبغض النظر عن الفئة العمرية أو الحالة التطعيم تستوجب الإجراءات المحدثة من جميع طلبة المدارس الخاصة ومدارس الشركات التعليمية بما في ذلك الطلبة أصحاب الهمم تقديم نتيجة فحس سلبية بفترة صلاحية لا تزيد عن 14 يوما للتمكن من دخول المدرسة في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد وتنطبق ذات الإجراءات على المعلمين والإداريين والمتعاقدين من الطرف الثالث وسيتم توفير فحس كوفيد-19 مجانا للطلبة بعمل 12 عاما فما فوق وموظفي المدارس في مراكز وتوريخ محددة لكل مدرسة هذا وافتتحت الدائرة بتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة ثلاثة مراكز تطعيم جديدة للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية بواقع مركز واحد في كل من ميناء زايد في أبوظبي وفي مركز المؤتمرات في العين وفي مدينة زايد في منطقة الظفرة إلى الملف الصحيح حيث أعلنت وزارة الصحة وقاية المجتمع عن تقديم 65.999 جرعة من لقاح كوفيد-19 وبذلك يبلغ مجموعة الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 17.925.065 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 181.24 جرعة لكل مئة شخص وأعلنت وزارة الصحة وقاية المجتمع اليوم عن إجراء 306.873 فحصا جديدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما سهم في الكشف عن 991 حالة إصابة جديدة وبذلك يبلغ مجموعة الحالات المسجلة 713.400 حالتين كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1576 حالة جديدة وبذلك يكون مجموعة حالات الشفاء 697.419 حالة كما أعلنت الوزارة عن وفاة ثلاث حالات مصابة وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2031 حالة أعلنت القرية العالمية عن انطلاق الموسم السادس والعشرين في السادس والعشرين من أكتوبر المقبل لتقديم تجربة تسوق فريدة على مستوى المنطقة والعالم من خلال 26 جناحا تعد من الركائز الأساسية التي تعزز مكانة الوجهة وريادتها العالمية مع مجموعة من المنتجات تجسد ثقافات الشعوب وحضارات العالم على التساعه تستضيف أجنحة القرية العالمية في الموسم السادس والعشرين تجارب ثقافية مبدعة تأخذ روادها في جولة حول العالم مع مجموعة من الحرفيين ورواد الأعمال والفنانين العالميين للاستمتاع بأروع الأجواء الثقافية المتميزة وسيشهد الموسم المقبل الذي من المقرر أن ينطلق في السادس والعشرين من أكتوبر استضافة الآلاف من منافذ البيع الجديدة بالإضافة إلى تلك المفضلة لدى الضيوف لاستعراض المنتجات المتنوعة من خلال تسليط الضوء على أكثر من ثمانين ثقافة مختصرة العالمة في قرية واحدة كما تعتبر تجربة التسوق للمنتجات الأصيلة والفريدة أحد أكثر عوامل الجذب التي تبهر الضيوف كل عام ويحرص فريق القرية العالمية دائما على متابعة كل ما هو جديد وفريد والتعاون مع الشركاء المحليين والعالميين لتوفير تجارب ومنتجات أصيلة تثري تجارب الجمهور الزائر وتغني تجربة الملايين للاستمتاع بروائع تبقى في البال في فصل جديد عبر المسيرة التطورية اللافتة للقرية العالمية يدشن وفد الإمارات لمندخبات أصحاب الهمام غدا مشاركته الرسمية الأولى في منافسات دورة الألعاب البارالامبية المقامة حالياً بالعاصمة اليابانية توكيو من خلال دخول موزة زيودي في منافسات رفعات القوة لوزن فوق 55 كيلو جراماً ونور الكتبي في نهائي الصولجان وتملك نور الكتبي سجلاً حافلاً من الإنجازات حيث نجحت في التحليق بأول ميدالية بارالامبية لها في النسخة الماضية التي صدفتها مدينة ريو دي جينيرو البرازيلية عام 2016 وقبلها فازت بفضية رمي الصولجان في بطولة العالم للشباب الأيواز التي استضفتها الإمارات في العام 2011 وذهبية بطولة العالم للشباب لألعاب القوة في تشيك وفضية الصولجان في ملتقى العين الدولي الثالث الذي أقيم في الإمارات العام 2012 كما نلت في العام 2013 ذهبية الصولجان في دورة الألعاب الثالثة لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مملكة البحرين وأحرزت فضيتين في الألعاب العالمية للشباب في المملكة المتحدة وفي الألعاب الأسيوية البرالامبية في كوريا الجنوبية في العام 2014 بعد الفاصل نفتحه وإياكم صفحة إقليمية ودولية وتتابعون فيها معلومات عن هجوم وشيك على مطار كابل يهدد عمليات الإجلاء مصر تفتح معبر رفح اليوم باتجاه العودة إلى غزة حياكم الله إلى القسم الأخير من النشرة قال وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هياب باي اليوم الخميس إن هناك معلومات استخباراتية ذات مصدقية كبيرة تفيد بأن مسلحين يخططون لشن هجوم وشيك على المحتشدين في مطار كابل في محاولة للفرار من أفغانستان من جانبه قال رئيس الوزراء الفرنسي جونس كاستكس لإذاعة RTL إن باريس لن تعود قادرة على إجلاء الناس من أفغانستان اعتبارا من مساء يوم الجمعة وحثت الولايات المتحدة وحلفاؤها الناس على الابتعاد عن مطار كابل الخميس بسبب التهديد بشن هجوم إرهابي من قبل متشددية تنظيم داعش بينما تسارع القوات الغربية لإجلاء أكبر عدد ممكن من الناس قبل الموعد النهائي في 31 من أغسطس أعلنت الشرطة التنزانية مقتل ثلاثة من عمصرها وحارس أمن خاص برصاص مسلح أطلق النار أمام السفارة الفرنسية في دار السلام العاصمة الاقتصادية للبلاد قبل أن ترديه الشرطة قتيلا وقال قائد عمليات الشرطة في تنزانيا لبرا توس ساباس للصحفيين إن دوافع المهاجم لا تزال مجهولة مشيرا إلى أن ستة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح وأضاف من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان هجوما إرهابيا نحن ما زلنا نحقق في الدوافع داعينا المواطنين إلى التزام الهدوء ريتما نحقق في هذه القضية من جهته قال مركز سايت المتخصص برص المواقع الإلكترونية الإرهابية مساء أمس الأربعاء إن وسائل أعلام مرتبطة بتنظيم داعش أكدت وقوع هجوم على السفارة الفرنسية في دار السلام نفذه رجل صومالي لكن من دون أن يصدر أي تبنن عن أي جهة شهدت قاعة البرلمان الأرميني أمس الأربعاء عراقاً جماعياً بين نواباً من الحزب الحاكم وأخرين من المعارضة مع استمرار الانقسام في البلاد بعد الهزيمة العسكرية العام الماضي أمام أذربيجان في إقليم ناجورني كاراباخ وكان رئيس الوزراء نيكول باشانيان واجه انتقادات عنيفة في الداخل بعد توقيع اتفاق السلام مع أذربيجان أدى إلى تنازل أرمينيا عن مساحات واسعة في الأراضي كانت تسيطر عليها منذ عقود وفي يونيو حقق حزب باشانيان فوزاً صاحقاً في الانتخابات المبكرة التي دعا إليها بعد أشهر من الاحتجاجات ومع ذلك لم يتمكن البرلمان المنتخب حديثاً من إيجاد أرضية مشتركة تخفف من حالة الانقسام واستمر أنصار بانشينيان والمعارضة بتحميل بعضهم البعض مسؤولية الهزيمة في ناجورني كاراباخ قرر رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوك تاكيس أمس بأنه كان من الممكن بذل المزيد من الجهود لمكافحة حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق من البلاد هذا الصيف وتعهد بتوفير المزيد من طائرات مكافحة الحرائق العام المقبل وفي روسيا تكافح مناطق وسط البلاد حرائق غابات شديدة تغذيها موجة وحر وطالب مسؤولون في المناطق المتضررة بالحصول على موارد ودعم اقتصادي ودعا رئيس فلاديمير بوتين السلطات للقيام بكل ما يمكن لمساعدة الروس المتضررين أعلنت السفارة الفلسطينية في القاهرة أن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البري اليوم الخميس باتجاه واحدا لعودة المواطنين إلى قطاع غزة على أن يتم إعادة انتظام العمل بالمعبر في كلال اتجاهين ابتداء من يوم الأحد المقبل وتم الأعلان عن إغلاق المعبر الاثنين الماضي لأجل غير مسمى وأعرب السفير الفلسطيني دياب اللوح وفقا لما نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا أعرب عن شكره للسلطات المصرية لتدليلها الصعاب أمام تيسير سبل العودة وانتظام حركة المواطنين الفلسطينيين عبر معبر رفح ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة من الإمارات في أمان الله اشتركوا في القناة